السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد من قناة GameOwn رجل لكم فيديو جديد في فيديوهاتح أشرح التجار الموجودين في لعبة Diablo Immortal كلهم الموجودين عنه في الخريطة هاي هتكلم كمان كلام مهم عن اللي كلانات اللي انا عاملها في لعبة Diablo Immortal بس قبل ما ندر المقطع تسنين انك تعطيني لايك يتعجبك المقطع ترسلك اذا ما عجبك المقطع بس اكتبلي في الكنتات ليش ما عجبك بس انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لحتى تجيك اشعارات فيديوهات اشرحات لنزلها على اللعبة Diablo Immortal في المستقبل اواجي هتكلم عن الكلان انا سويت كلان ثاني في اللعبة هذي لانه الكلان الاول امتلت اقريبا لو تشوفوا هنا طلبات تسعة واحنا الكلان ارديو تسعة وتسعين فسويت كلان ثاني بنفس الاسم هذا لو تشوفوا Arab Titans بس تزيد عليها رقم واحد وتقدر انك تقدم عليه الشخصية اللي هناك لسه لفلها 35 هاوصلها الليفل 43 علشان نقدر نسويها Dark Clan وللان احنا ما قدرنا نسوي هذا الكلان Dark Clan وبالسبب انه الناس اللي موجودون في بعضهم لفلاتهم 33 وبعضهم تحت لفل 43 احنا لما نجي عند كلمة Dark Clan ونسوي Convert to Dark Clan ونعمل له Accept هقول لي لازم انه 22 واحد عندك في الكلان يكون لفلهم 43 واربعين بس اذا انا طلعت 22 شخص هذا هقدر اني اسويه Dark Clan بس يسير لفلهم 43 يقدر يجوع على الكلان هذا مرة ثانية يكملوا البروغرس حقهم او التلفيل معنا هنا طبعا في الاخير الكلان هذا زي متو شايفين حيتفلل وحيكون مئة شخص ووقتها احنا هنبدأ انه نحط الناس الليفلهم اعلى في الكلان الاول واللي كمان موجودين بشكل يومي احنا محتاجين انه في الكلان الاول حقنا في الكلان اللي احنا هندخل فيه بحروب الكلانات اللي اللي نبغي احنا نصير الكلان اللي حق السيرفر كله انه يكونوا الناس فيه بتفاعلين بشكل يومي فليه هذا السبب زي ما قلت لكم حطلع الناس اللي الليفلهم تحت الثلاثة واربعين عشان اول شي نعبر دارك كلان هذي اول خطوة ثانية خطوة هنخلي الناس اللي دائما الليفلهم اعلى معنا في الكلان ومتواجدين اربع وعشرين ساعة ما عندي مشكلة احط واحد الليفل ستين يكون متواجد اربع وعشرين ساعة مقابل انه واحد الليفل خمسة عشر اللي هو بعد الليفلات الستين وما يجي الا ساعة باليوم والكلان الثاني هنبدأ فيه بنظام انه اي احد يقدر يدخل عليه وبعد ان لما يتفلل هنخليه بس للناس اللي فوق الثلاثة واربعين وبعد كده للناس اللي الليفلهم مية واعلى ونفتح كلان ثالث للناس اللي تحت الليفل السبعة واربعين ونستمر على كده حتى نجمع كل الكلانات العربية السيرفر هذا ونيقدر انه نخلي واحد منهم وهو كلان عشان الكل يستفاد منه وانا دائما هخلي في الكلان زي ما انتم شايفين شخص واحد ما هدخله دائما الكلان طبعا هيكون تسعة وتسعين طبعا ووفقة للحرب واقفة الحرب يخليه مية في الميةchin او يظل معانا اذا كان لبله عالي ونطلع واحد يكون لبله اقل والكلان ما سيكون في فرق بينهم سيكون متفاعل فيهم الاثنين بشكل يومي ويكون دائما موجود في الديسكورت لأي احد حاب يتواصل معي. بعد انتهينا من الشرح تبعلك لانا علشان الناس تكون فهمانا لانه ممكن نطلع اليوم اكثر من واحد عشان يعرفوا ليش هم مطلعوا. هنبدأ نشرح بالتجار. هنبدأ بالتجار من تحت الى فوق للمكان هذا. فخلنا نروح لهون لتحت. في التاجر الموجود هون تبع الموجود عندكم. هذا هو ما حشرحه اليوم. حشرحه فيديو بخاص فيه لانه بده شرح مخصص فيه لانه شوي معقد وفيه اشياء كثير لازم الواحد يشرحها. وكمان التاجر تبع الجواهر ما حشرحه لانه احنا قريدي شرحنا بفيديو الجواهر. او الجيمس. فالناس اللي ما شافوا يروحوا ويشوفوا. هنبدأ اول شي بالإدنتفاير. هي شخصية لما يطلع لك سلاح الجندري زي السلاح الموجود هون او الدراع اللي عندي. بيكون عليها علامة استفهام. وما بتقدر انك تستخدمها او تلبسها. فلما تضغط عليها هتنقلك هي على المدينة الاقرب اليك. وتوديك عندي الشخصية هي. ولما تضغط عليها بتضغط وبصير السلاح عادي مثل ما انتم شايفين هون مع تبعه والسكور تبعه فيك انك تحطه وتستخدمه بشكل عادي. فالشخصية اللي مهمتها بس تعملك لعلامة الاستفهام لأي الدراع عندك الجندري. فعد هيك هنروح عند الشخصية اللي بعدها واللي موجودة هون واللي هي اسمها ياك. الشخصية هي بتقدر انك انت تطلع منها اسلحة بس لازم تعمل هذا الشي بذكاء. مو انك تيجي لهون تدفع 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 الخمسة وعشرين وخلص تخلص القول تبعك. لا. لازم تعرف انت وين بدك تدفع. على سبيل المثال لما ندخل على هون انا معي هون بس الخوذة لسه ما صارت طيب انا حاجة لهون عندي فرصة اني اطلع خوذة او درع او حذاء طبعا حسب القسم اللي انت عم تشتري منه مقابل اللي معي. طبعا مو اغلب الاحيان هيطلع لك اللي هو اصعب شي انك طالع وانك يطلع لك اصفر ازرق او يطلع لك عديم اللون. فهو موضوع انت وحظك كيف هيكون. فلما تروح عند القسم الاول هتلاقي انه للاسلحة. القسم التاني هيكون الدروع من الرأس للرجلين. القسم اللي بعده هيكون للهانت اللي هي القفة ذات والويس اللي هي الحزام. والفيت اللي هي القدمين. اخر واحد هيكون او اللي هو الخواتم. فحيكون هذول والرجلين والحزام كانوا في واحدة. وهذا مع الخواتم. بعدين عندك القسم الخاص بهذولة. وبعدين هذول الاثنين اللي انت بتنسكهم في ايديك. موجودين لحالهم في قسم. هاي هي الاربع اقسام موجود هنا التقسيمات تبعيدها. طيب انا ما عندي قوضة. فبجي انا معي ميتين وتسعة وخمسين الف قول طبعا لا تصركوا القول طبعا هنتقدر تطور الاسلحة بميتك والدروع. فانت فيك تصرف لحد العشرة باليوم. لانه بعد العشرة حيتدبل السعر هذا. واذا تدبل السعر هيصير الموضوع اغلى وبنفسي نسبة الحظ. لو انه هيزيد نسبة الحظ ممكن اقول لك كمل بس الموضوع مو مستاهل. كل يوم هيرجع عامل فانت كل يوم افتح عشرة لحتى يطلع لك الشي اللي انت بالدكية. فممكن نتجرب واحدة مع بعض هلا بس لحتى تشوف الموضوع كيف. نتفع ستعشر الف. طليع لي هيد اصفر. ممكن نضغط مرة ثانية طليع لي هالمرة ازرق. تضغط مرة ثالثة. هيطلع لك اصفر. مرة كمان طليع لي اصفر كمان. هتظل لك تضغط لحتى تحاول انه حظك يكون حلو بيطلع لك الشي اللي بدك يا. طلع لي الاشياء هاي. في منهم شي احسن من اللي معي انا. فهي لعبة حظ. وممكن انه مرة من المرات تطلع لك ليجندري. فاعرف ناس صلع لهم ليجندري ثلاث مرات وربعض بالاسلحة. وهدول الناس طبعا جدا محظوظين. واحنا طبعا ما عندنا حظ في اللعبة هذي. طيب التاجر اللي بعده بعد ما خلصنا هدول هنتكلم عن الماركت. الماركت هون فيك تشتري الاشياء اللي انت بدك ياها او تبيع الاشياء اللي بتقدر انك تبيعها. فاول شي عندك الواتشلس الواتشلس هي اشياء. الناس عم تشتريها بشكل دائم. بعدك عندك وهم بالليجندري جيمس حتى تشتري اي جماية بدك ياها من المتجر مقابل البلاتينيوم. والبلاتينيوم بتجابعه انت بخلال لعبك في اللعبة. على سبيل المثال انا بتشتري الجماية هي اللي هي خمس نجوم. فبتضغط عليها وبتفوت لهون لجوة وبتلاقي الناس اللي حطين اسعار تبعيدها. هاي فيك تشتريها الان اللي جامها وقت فهي بدها الوقت هذا لحتى يمر لحتى تشتريها. فانت اذا بدك ياها بسعر ارخص حتستنى لحتى تمر لعشر ساعات هي. وتكون انت الانسان المحظوظ اللي وصل اول واحد لهون واشتراها. ونفس الشي لكل الجماية اي جيم انت بدك ياها على سبيل المثال انا ناركو مانصر وبحتاج للجيم مالي هي. فحطه لهون واشتريها حق 3700. وهذا الشي اللي انا عملته بالنسبة للجوهرة هي. الجوهرة هي انا ما كانت عندي فشريتها من هون. فيك تشوف الاشياء اللي انت شريتها من هون. هاي الاشياء اللي انت بايعها وهي الاشياء اللي انت شريها وهي هي الجماية اللي انا شريتها. بعد هيك عندك الجمز العادية. والجمز العادية صعب جدا انك تلاقيها بالنبلاتها الخمسة والاربعة والثلاثة. هتلاقيها بلبل واحد ولبل الاتنين واكتر الاحيان واسعارها يعني مو غالية جدا فيك تشتري واحدة بس ما بنصح انك تشتريها. انا بنصحك تخبي البلاتينيوم تبعك تشتري فيه الجم او ما تشتري فيه شي تاني تخبيهم عندك. الجمات هذول فيك تفرمهم بسهولة مع انهم صح مهمين بس فيك تفرمهم بسهولة وما بحتاج انك تدفع عليهم البلاتينيوم تبعك وتخسره. واخر شي عندك اللي هو سكلستون. سكلستون هي مهارات انت فيك تستخدمها بالشارم. فحاليا انا ما حشرح عنها كثير. بس هي سكلستون لما تاخدها عندك فرصة انه لما تضيفها على البلتشارم تبعك انها تعطيك واحدة من المميزات الموجودة. فانتو لو شايفين هون عندي اربع مميزات للسكلستون هذة فهذا سكلستون جدا ممتاز. ممكن اني اشتري لانه فرصة انه يطلع لي مهارة الي او يقول مهارة تبعيتي جدا عالي لانه هو في اربعة من خمسة. وبالنسبة للناس التانية ممكن يكون هذا افضل او هذا افضل او هذا افضل. كل شخصية حيكون عندها مناسب لها. طيب بعد هيك هنتكلم عن هذا موضوع وشدا سهل انت فيك بتخزن فيه انا مخزن فيه اللي انا ما بحتاجهم للفيديو اللي احنا حنسويه بعدين ونشرح فيه. بعد هيك عنا واحد من اهم الشخصيات الموجودة في اللاعبة واغلب الناس هم تسأل عنه وهلأ هنشرحون. هي الشخصية جدا مهمة لالحالة انه انت عندك سلاحين ليجلي جندري. و بدك انك تعرف ايش تعمل بسلاح القديم. فعسابه المثال انت معك سلاحين ليجلي. واحد منهم اقوى من الثاني بس المهارة اللي موجودة بسلاح حاد انت محتاجها. فعسابه متال المهارة هي بترفع الدميش تبع succeeded or الجثث. اللي انت بتستخدمها واحدة من مهارات النارات فاجتك بعدين أنت سلاح ثاني اقوى من السلاح معك. بس المهارة اللي عليك مو حلوة وانت ما بدك ايها وانت بدك هذا اللي بزيد الدمج. فالشي اللي انت بتقدر انك تعمله تضغط على التاجرة هاي تحطها على تروح عند بعدين من تحت حتختار الشي اللي انت عندك منه اتنين اللي هو الشي القديم اللي انت بدك المهارة تبعيته والشي جديد انت لابسه ما هتحتاجه هلا. فالشي القديم اللي انت بدك يا. فأسبيل المثال انا الشي القديم اللي كان معي كان عبارة عن شست. فحتخل على الشيست. هروح عند المهارة تبعيت الشيست او هو هيكون بالاساس هتطلق عليها مثل وهج اصفر. فانت هون فيك تضغط عليها على سبيل مثل نضغط على هاي. وبعدين بيشيك علامة الزائد تضغط علامة الزائد فيك تختار الشيست القديم تبعك اللي موجود عندك. بس تختاره هتدفع ثلاث تلاف وحيسحب المهارة ويخلي لك ياها محفوظة هون. فهلأ المهارة هاي محفوظة وموجودة هون. وفيك تعمل هذا الشيء زي ما قلنا لكل شيء. فمسلا لو نروح الاسلحة هتلاقي انه هو ما نحافظ مهارة او مهارتين. بالشيلد تبع اليد ما نحافظ ولا واحدة. بالسروال ما نحافظ ولا واحدة. بالكتافية حافظ اكثر من واحدة. بالخوذة ما نحافظ ولا واحدة. فهي انت حتقدروا تجيبهم خلال لحبك. كل ما يطع لك سلاحة جندية جديد. يتعليه مهارة جديدة فيك تلبسه والمهارة القديمة فيك تعملها وتحطها هون عندك شان تستخدمها بعدين. وهذا كله بالنسبة لخيار طيب كيف تحط المهارة هاي حتنزلها عند وبتختار الشي اللي انت بدك تاخد المهارة تبع اسلاح الاديم او الدرع الاديم عليه. فعسبي المثال عندي الكتافية هاي. الكتافية هاي هترفع لي دمج تبع فعسبي المثال انا عندي الكتافية هاي اللي هي وبترفع دمجها بعشر بالمية بدي اغير مهارة تبعيدها واخذ المهارة اللي انا بديها من الكتافية القديمة اللي كانت عندي. فحضغط بعدين حضغط على السايد هون وحاختار المهارة اللي بدي اياها طبعا بيكون عندك مهارات اكتر اذا انت عامل اكستراكت لاشياء اكتر فانا حاليا ما عندي هدول التنتين فالمهارة اللي انا بدي اياها وهي المهارة هاي اللي بتخلي انه الجثث لما اضغط عليها مهارتها مو بس تنفجر لا تسحب حالها الجثث وتروح لعند العدو وتنفجر عنده فحاختارها بعدين حضغط كلمة اوكي بعدين حتضغط على كلمة فالمهارة هاي القديمة الموجودة على سلاحك الحالي حتتبدل مقابل المهارة اللي انت عملت لها اكستراكت لهو بتكون سلاحك القديم او مهارة انت جبتها من سلاح تاني حتلاقي انه المهارة هاي حتتبدل هيتغير شكله حتصير المهارة القديمة وهيك انا غيرت المهارة تبع سلاحة من تقوية التمش تبع لمهارة اللي تسحب حالها لعند العداء وهذا كل شيء جدا مهم فانت اذا طلع لك اسلاح الجندري وكان اقوى من السلاح اللي معك بس اللي معك انت مهارته بدك اياها لا تخاف البس السلاح الجديد وروح عاملها عند الشخصية هاي وبعد هيك اعملها وحطها بالسلاح الجديد وبعدين ممكن انه يصير عندك سلاح قديم يكون انت عامل للمهارة يعني انت المهارة حطها عندك يعني اذا دخلت لهون وروح تانيل عند الكتافية وضع لك نفس الكتافية هاي بالضبط وكانت اضعف من الكتافية اللي معك عليها نفس المهارة بالحالة هي موضوع جدا سهل بتروح عند الحدات بتعملها سالفج لانه المهارة قريدي عندك وانت مانك بحاجة لها لما تعملها سالفج هتعطيك الانسنس الذهبي والانسنس الذهبي هتحتاجه لبعضين لحتى تقدر انك تطور اسلحتك ودروعتك فوق ليفل خمسة هاي الاسلحة كلها عشان تلفلها من ليفل خمسة لستة بتحتاج واحد من الانسنس الذهبي وهذا هو نمع منه خمس حبات كما الاشياء هاي لحتى تطورها هتحتاج تقريبا خمسة وعشرين الى خمسين واحدة من هدول فالليجندري بعدين تصير عمله بس انت لما تكون تاخدت المهارة طبعيته ودائما تأكد ان المهارة عندك حتى لو انت عارف انك عاملها روح بتأكد انك انت عاملها وبعد هيك روح عمله طيب هون احنا اتكلمنا انه احنا شرحنا الشخصية هاي الشخصية هاي ممكن ان نشرحها على السريع واللي هو بيعطيك الكريستل هذا بمقابل خمسميت بلاتينيوم حتى تقدر انك تطور الجماعة اللي موجودة هون اللي بترفع الدم والدم يشتبعك فوق لفل خمسة والشخصية هاي لما تضغط عليها حيبتح لك الخيار هذا هون انت فيك نستخدم واحد من هذول تقدر تجيبهم مثلا من او بتدري تشتريها من المتجر واللي بتعملوا هاي انه بتزد لك مهارة اضافية للسلاح اللي موجود عندك فع سبيل المثال احنا عالنا الكتافية اللي هلأ اعملناها حطينا لها مهارة جديدة بدل المهارة القديمة فانت شايف هون هاي هي المهارة القديمة انه الجثث تسحب حالها وبتتفجر فلما ادفع الجمة هاي هتزيد مهارة والمهارة هي اللي هتخلي الدمج تبع الجثث هاي زيادة عشرة بالمية المهارة هي موجودة عندي على السلاح بس لما تحطها كمان على الكتافية حطي دبل يعني بدل ما عشرة بالمية هيكون الدمج تبعهم عشرين بالمية فاذا ضغطنا هون هتشوف انه هايكون مدته اقل لم تضغط هون هتلاقي في عندك مهارة زيادة عم تنزاد فكل مكان انت حتحط عليه حتزيد مهارة وحتكون عندك مهارة اكثر بسلاح هذا وحيكون افضل بكثير بس هذا الشي ما حتعملو انت لحتى يكون القطعة اللي معاك هي جدا قوية وانت مستعد انك تتقويها وتظل عندك طيب نرجع بعدين ونشوف التاجر اللي بعده هم الدجار الموجود هون الدجار الموجودين هون اللي احنا شرحنا عنهم كثير واطوقع اغلب الناس بيعرفها هتضغط على الموجودة عنده هون سالفج هتعمل سالفج الاشياء اللي معك تقدر انك تعمل لأي شي انت مدام موجودة عندك لما بدك تنقل مثلا تبع السلاح هذا مثلا لفل خمسة والاشياء اللي عليه على واحد ثاني بتختاره تعمله فبينتقل الليفلات الموجودة على القطعة هاي القطعة الجديدة والتاجر اللي جنبه هون تاجر جدا مهم فيك انك تشتري من عنده الادوات اللي انت بتطور فيها مثلا انا عندي اتنين وثلاثين هون ومحتاج تمنطعشر واحد اللي حتى تقدر اطور القطعة تبعيدي وبضغط هون بحط تمنطعش بعمل اوكي باشتريهم وبرجأة لعند التاجر بدخل على على اختار الشي اللي انا بدي لبله بعمله بيطلع لبله للخمسة وبهيك انت وفرت على حالك انك تروح تفرم بس فيك تشتري مقابل اللي موجود عندك فانت عندك كمية هون فيك انك تشتري فيها العدد اللي انت تقدر تشتري مثلا هم فين اشتري خمسة فين اشتري ثلاثين باشتريهم عادي فين اجيبها برجع بعدين بفرر برجع بجمع ان شاند التاست وبقدر انه اكمل تطوير الاشياء تبعيتين بين خلال التاجرين الموجودين هون جدا المهم انك تستخدم التاجر هاد لحتى تحسن انك تلفل اسلحتك بشكل اسرع بعد هيك عنا التاجر هذا هو مو تاجر هو مجرد مثل مخزن فيك تحفظ فيه الاشياء تبعيتك شرحته في فيديو النصائح فممكن انكم تروح على فيديو النصائح وتشوفوه هتفهمو الموضوع هذا اكتر بعد هيك عندك بيفتح معك بعد ما اصيب لك ستين هون عندك في فيك تاخدها او فيك تاخدها مثل تضغط على هتلاقي انه انت تحتاج لكتاب هاد اللي هتتاخدها انا قردي معي لكتاب هاد فيني اعمل او فيني اطلع لهون واختار المهمة هاي عزب شو المهمة اللي انت بتكيها او انك تدخل لهون وتحط وفيك تاخدها بعادي بدون ما حتى انك تدفع شيء اصلا فيك انه لما انت تروح على العالم نفسه او خلال انه تكون انت موجود في ماب من المابات فيك انك تختار لك بس لازم يكون لك بو اس ستين لحتى تقدر تعمل هادا الشيء وكمان لازم تفوت على الخريطة طبعيتك وتختار الصعوبة وتحولها من نورمال الى هلون لحتى تقدر انك تلاقي لك بستات هاي عند التاجرة هاي فالتاجرة هاي جدا هتكون مفيدة لك لما انت بتك تطلع لا لفل اعلى فانت لما تبدأ هتكون لفل واحد هتلاقي انه الترفيل شوية صعب لا الموضوع مو صعب عندك اشياء كثير فتحت لك انت كشخص عندك فجدا سهل انك تلفله تعود وتكلم مع هذول روح شوف الاشياء التانية اللي فتحت لك واللي هنتكلم عنها بعدين طيب احنا خلصنا المنطقة اللي هنا تحت خلنبدأ بالمنطقة اللي هنا موجودة فوق وهنبدأ مع الموجود هنا الموجود هنا يعني مثل ما انت شايف تشتري منه اللي قدرت تشتريها نصحك تجيبها اذا معاك حقها لانه جدا مفيدة وممكن ان يطلع لك الجمع اللي جندري لانه انا مقابل واحدة بس جبت اللي جندري هذي اللي هي خمس نجوم من عند اللي هروح نتكلم عنها بعدين اهنا تقدر تجيب واحدة كل شهر استخدمتها وطلع لي خمس نجوم وكان حظي جدا جميل بالموضوع هذا بعد كده عندك الالتر هذا الالتر هذا كل ما تجمع عشرة من المونستر اسنس هتقدر تجي انك تستبدل هنا مقابل ومقابل حتى فلوس وقير التاج الموجود هون والتاج الموجود هون شرحته كمان في فيديو الجماد فاروح اشوفه حتى تعلموا كتير اشياء بعد هيك عندك اللي انت بتاخذ منها اربع مهمات بشكل يومي بتقدر انك تسلمهم حتى تساعدك كتير لفيل الشخصية وكمان بتعطيك لوت حلو بعد ما تاخذهم وتخلصهم الاربع اللي موجود هون بتسلمهم عند الشخص الموجود عندك هون بعد هيك عنا اتنين من الدناجن هون فممكن نتكلم عنا بنحكي عن كل التجار كل عبارة عن انت فيك بضيب ليكريتس هذه لحتى تقدر انك تعمل او انه حتى تطلع ليكريتس اذا انت معك من البنفسجي او اليكريتس حطيتها فمية بالمية هيطلع لك ليكريتس اما الزراء هيطلع لك ال ال او ممكن حتى تكون محظوظ ويطلع لك ليكريتس بس نسبتها شوي صعبة عندك اختار جدا ممتازة انك تعملها وشرحتها كمان في فيديو النصائح ممكن انكم تروحوا وتشوفوها جدا مفيدة كل خمس لفلات انت حتخلصها هيعطيك قطعة جدا ممتاز انك تخلصها اذا انت في تبعها ابن فاهد هون هذا كمان حكون له فيديو مخصص لانه شوية معقد موضوعه وكيف تطوره وكيف تطور الشي اللي جواله حتى تقوي شخصيتك. طيب بينا هلأ الشغلتين هدول فهل روح نشوفهم نحكي عنهم لانهم جدا مهمين. طيب تاجر تاجر هلتس حتشتري من عنده شغلة واحدة او شغلتين بس ولي هو متل ما قلت لكم اشتري واذا انت ما عندك كافية اللي هم بتحطهم بدروعك فيك تشتري واحدة بس انا بنصح انك تاخد الشي هذا بس وما تشتري اي شي ثاني. هذا هو اهم شي انت بدك يام من كل المتجر هذا كله. وبعدها لما تكون انت اللي كلان تبع فيك انك تشتري تاني كمان من هون فبسيط تشتري ثنتين بدلا ما تشتري واحدة. بعدك عن الشخصية الموجودة هون والشخصية هاي فيك تكون تلعب انت كمانة ضد ثمانة بنصح فيها كثير لانه جدا حلو وممتع وحيعطيك على كل مرة انت بتدخل. كل مرة بتدخل بتجي بتضغط على هاي. وبتستلمkur س Torahك غير انه حيعطيك خمس مفاتيح واحدة من هاي على كل مفاتيح انك بتلعبه غيره حيعطيك خمس مفاتيح واللاكسير هذا على كل أنك بتطلع جدا مفيدي للمفاتيح واللاكسير هذا جدا مفيد. بالببوبة جدا ممتعة. فسويه هذا الشيء. بعدها عن متجر اللعبة اللي هو الشوب. شو هشتري من هون? طيب هنبدأ من واحدة لاخرها. هتلاقي عندك في موجودة هون محطوطة عندك. هي نفسها الموجودة هون تحت. فخلنتعدها واروح علي كريتز. لكريتز بانصح بيها مثل ما قولنا لانه بتعطيك فيك انك تشتري العشرة وتروح تستخدمهم مرة واحدة هيكونوا مفيدين. في عندك في بعضهم ممكن انك تستحق انك تجيبهم. فاذا في حلو وعجبك بنصح انك تاخد باندلز. مثلا انك تروح تشتري مثلا اشياء ثانية. عا سبيل مثال لو نشوف اللي نشوف هاي مثلا اغلى واحدة اللي هي بتسعة واربعين يورو. او خمسين يورو تقريبا. بتعطيك ثلاثة الاف من الفلوس تبع اللعبة. لما تروح عند المتجر نفسه بتشتري انت ثلاثة الاف هتلاقي انها بنفس السعر اللي هو بخمسين يورو. فالافضل انك تشتري البندل لان البندل هيعطيك عشرين واحدة من هاي. هيعطيك مانا وعشرين واحدة من الجيم العادي. فاضل انك تاخذ البندل هات. الكوسماتيكس والي هي سكنات للشخصية. اذا انت حاب تلبس شخصية تبيعتك سكنز. فممكن انك تاخذ السكنات هاي. صراحة السكنات جدا حلوة انا عاجبني سكن هذا وعجبني سكن هذا للشخصية الناركمانسر. حتى السكن هذا جدا جميل. فالسكنات حلوة. فيك انك تاخذ بس هو هيكون شكل جمالي اكثر من انه يكون بغير شي في لعبك. هو بس مجرد جمالية. بنصح كتير بالبتل باس انت بتاخذها الشخصية لنقول هتعطيك السكن تبعها. غير هيك هتمفتح لكل الشخصيات. بس السكن هيجي للشخصية اللي انت شريت فيها البتل باس. بس هتمفح تمفتح لكل الشخصيات. البتل باس جدا جدا ممتاز. هيعطيك كتير حلوة. ومنها حتى الاشياء اهي كلها. البتل باس مفيد جدا وبنصح اي واحد عمي لعب بيجيبها بشكل شهري. وبيكفيك عن انك تشتري اي شي تاني خلص البتل باس. وهذا اللي انت حتحتاجه في اللعبة هاي. ما هتحتاج ان هتشتري شي تاني. البون او بلينتي. ما بنصح فيه كتير. هو بصح بعطيك تنين جيم بس نجمتين. بيعطيك كامي كريتس وبيفتح لك. يوسع لك تبعك. بس انت ما بتحتاج فيك تروح لنك تسعمل دائما. والنفنتري تبعك حضلها. باضية. ممكن انت اذا شخص انت عم تبيع وتشتري باللعب كتير. اوكي هم بنصحك ليش لانه يعطيك اللي هو انه من اي مكان. انت في من تبعك. وهي الاخير اللي هو بيزد لك اربعة اما كان زيادة انك تبيع فيها انت وليدي عندك اربعة بيضف لك قوة اربعة كمان. اخر شي عندك البروديكس باث. بس هيعطيك الجوائز هي. بس ما بحس انها بتستاهل لانه انت لحتى تقدر انك تاخذهم. بدك تلفل. والتلفيل مثلا انتم تعرفوا شوي بطول. فانت اذا حاب تاخد وحشتري مرة واحدة. لا تبعد تلفين هون لانه الموضوع هيكون اطول عليك. في الكورنسي الكورنسي هي العاملة اللي انت بتشتري فيها البلاتينيوم اللي هو البلاتينيوم انت بتحتاجه حتى بتشتري بعدين اي شي انت بتك يا الماتيريالز ما بنصح ان تشتري اي شي من هون كل هذا فيك انك تجيبه بعدين الا اذا انت حاب تسهل على حالك. والداونينك ايكو هو شي انت هتحتاجه لحتى تضيف سكيل ثاني على على السلاح تبعك الليجندري. ما بنصح فيه كمان لانه غالي كتير فلا تعملوا وبحتاج كمان ان يكون الليجندري. جيم تبعيدك بكون رانك عشرة وموضوع شوي صعب فما بنصح فيه حتى تفعل فعل فاضي حاليا. طور الشخصية تبعيدك لفلها بعدين فكر بالاشياء هاي. طيب هذا كل شي المقطع اليوم اتمنى يكون مقطع عجبكم اذا عجبكم اذا تبقوا مقطع لا تنسى ان اضطيني لايك اذا مع الوقت واتنسى انك تشارك في القناة حتى يجيك اشعارات في الفيديوهات اللي حنلزها في المستقبل على العابة ديابلو ايموتر ومنهاية الفيديو بقولكم فيه امان الله.